علاقات صداقة تاريخية تربط مصر وقبرس واليونان اتسمت بالتميز وأسهم في تعزيزها القرب الجغرافي والتمازج الحضاري والثقافي المزيد في العرض التالي مع الزميل مصطفى ميزار أهلا بكم ترتبط مصر وقبرس واليونان بعلاقات صداقة تاريخية اتسمت بالتميز وأسهم في تعزيزها القرب الجغرافي والتمازج الحضاري والثقافي تتويجاً لهذه العلاقات جاء إعلان القاهرة في نوفمبر من عام 2014 كنوات لإقامة تحالف بين كبرص واليونان ومصر يقوم هذا التحالف على التعاون من خلال أربعة محاور رئيسية تتمثل في الأمن والتنمية والاستقرار والمكانة وانطلاقاً من النتائج الجابية لقمم التعاون الثلاثي السابقة أثمرت طلق القمم عن تقدم جوهري بكافة المجالات على المستوى السياسي الإقليمي أكدت الدول الثلاث على الرغبة المشتركة في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة واتفقت كذلك على مبادئ إنهاء معاناة الشعوب وعدم التدخل في شؤونها أما فيما يتعلق بمجال الطاقة فشهدت القاهرة في سبتمبر من عام 2020 توقيع الدول المؤسسة لمنتدى غاز شرق المتوسط على الميثاق الخاص بالمنتدى والذي بمقتضاه يصبح منظمة دولية حكومية في منطقة المتوسط يضم كبرس واليونان ودولاً عدة تسهم في تطوير التعاون في مجال الغاز الطبيعي وتحقيق استغلال أمثل لموارده كما شهدت الدول الثلاث توقيع اتفاق تعاون إطاري بشأن الربط الكهربائي على صعيد تعزيز العلاقات الاقتصادية حققت مصر مع كل من اليونان وكبرس مكاسب استثمارية وتجارية فارتفعت قيمة التجارة بين مصر واليونان بالإضافة إلى ارتفاع عدد الشركات اليونانية في مصر لتصل إلى 160 شركة في العديد من القطاعات أما العلاقات الاقتصادية مع كبرس فقد بلغ عدد الشركات والتي تعمل في مجالات الصناعة والسياحة والطاقة أكثر من 224 شركة كما بدأ تضفق الاستثمار المصري في كبرس في مجال البناء والتشييد والذي يعتبر من أهم الأسواق الاستثمارية في أوروبا في ظل أهمية القطاع السياحي وما يساهم به في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومصادر الدخل القومي للبلدان الثلاثة قامت الدول الثلاث بتنظيم برامج سياحية بين القاهرة ونيقوسيا وأثنى وتوقيع اتفاقات لخلق منتج سياحي متكامل بين البلدان الثلاث في إطار المبادرة الرئاسية إحياء الجذور والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال القمة الثلاثية في نيقوسيا من عام 2017 تم تبادل الزيارات بين وفد الشباب المصري واليوناني والكبرسي وذلك بهدف تقوية العلاقات التاريخية بين شعوب البلدان الثلاثة آلية التعاون الثلاثية بين مصر وكبرس واليونان باتت تمثل أساسا استراتيجيا راسخا في المنطقة وانعكاسا للرغبة الصادقة في المضي قدما في مسيرة الشراقة الممتدة والتي لا تتأسس على حقائق الجوار الجغرافي في حزب وإنما تستمد قيمتها وأهميتها المضافة من ميراث تاريخي وقاسم ثقافي مشترك